بالنسبة لهذه المرأة أتمنى أن تصلها رسالتي وأتمنى أن تسمع كلامي فإنها والعياذ بالله في شر حال لأن من يخوض في أعراض الناس ويلغ في الناس والعياذ بالله هذا على خطر نسأل الله العافية والسلامة فالله جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول ويقول الله جل وعلا أحصاه الله ونسوه ويقول جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثما مبينا ويقول جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن الرجل يعني والمرأة ليتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفة يهوي بها في النار سبعين خريف يعني سبعين سنة وهو يهوي في نار جهنم والعياذ بالله النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى معاذ بن جبل وصايا وقال له كف عليك هذا أخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم قال كف عليك هذا فقال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم شكا راوي إلا حصائد ألسنتهم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان ويقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخدي أضمن له الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة صوامة قوامة يعني تقوم الليل وتصوم النهار لكن ما تحفظ لسانها عن جيرانها عن جاراتها فقال هي في النار قال هي في النار ما نفعتها صلاة أو صيامها وقيامها فقال يا رسول فلان قليل تصوم صلاة يعني تصلي الفرائض تصوم رمضان لكنها تحفظ لسانها عن جاراتها قال هي في الجنة قال هي في الجنة ولذلك الكلام في الناس خطير نعوذ بالله نسأل الله العافية والسلامة فاكهة المجالس هذا الكلام الذي استسهله بعض الناس قد يغضب الذي على العرش استوى جل وعلا والله إذا أخذ إن أخذه أليم شديد فهذه مسكينة عمّة الأولاد هذه مسكينة علي أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تتوب إلى الله ولا يغرنها إذا كانت تصلي أو تقوم أو تقرأ القرآن لا تنخدع بهذا فإن الذي فعلا حريص على طاعة الله هو الذي يحفظ لسانه عن أعراض الناس وعن الكلام في الناس أما قضية صلي يصوم يقرأ القرآن ويقرض لسانه مقراض في أعراض الناس يتكلم في الناس يؤلب الناس بعضهم على بعض نسأل الله العافية والسلام